في أطفال بيكون عندها نوع من الخجل أو الكسوف وده بيترتب عليه أن الأطفال دي ما بتعرفش تتعامل مع الناس في الشارع أو ما بتعرفش تتعامل مع الناس في المحيط اللي موجود حواليها ساعات بقى لما يجوا يطلبوا طلب بيبقوا حاسين أنهم محرجين وده بيكون ليه طبعاً تأثير سلبي جداً على شخصيتهم مستقبلاً ما بيقوش عارفين يحسوا، ما بيقوش حاسين بالراحة برا المحيط بتاعهم يا محمد الخجل هل ممكن يكون صفة سلبية بتؤثر على سلوك الطفل لما يخرج إلى المجتمع فكرة أنه إزاي الأم والأب يغيروا من شخصية الطفل الخجول إزاي يكون طفل جريء طبعاً بحدود ويبقى عنده قدرة على مواجهة المجتمع والناس والتفاعل الاجتماعي هل في خطورة من الخجل على الطفل في المستقبل كل دي أسئلة هنطرحها على ضفتنا لمنورانا ومشرفانا في الستوديو لأستاذ الدكتورة مونة الحديدي وأستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان صباح الخير دكتورة مونة نورانا يا فانت يعني بداية صفة الخجل لدى الطفل إيه اللي بيخلي الطفل خجول؟ هل هي صفة مكتسبة ولا ورافية؟ وأهم السمات إيه؟ في البداية طبعاً بحييكوا جداً على اختيار الموضوع والاهتمام بقضايا الطفل لإني قليل قوي البرامج والتوكشو اللي بتركز على الطفل وقضايا الطفل بالرغم أن الطفل عنصر مهم جداً في البناء المجتمع والحفاظ على تماسكه وتوازنه وكده وهو صنع المستقبل فالاهتمام بقضايا الطفل ده جزء كبير جداً من اهتمام بقضايا المجتمع وده البنية الأساسية لما نيجي نتكلم عن حساس الخجل هل هو سلبي أم إيجابي؟ وليه الطفل بيحس بالخجل؟ وهل ده وراسي بشكل فطري أو كده أو هو مكتسب؟ هنقدر نقول إن هو ليه علاقة كبيرة جداً بالمعاملة الوالدية اللي بيتلقاها الطفل داخل الأسرة فأي معاملة سليب التنشأ اللي بيتلقاها الطفل داخل الأسرة بتنعكس بشكل كبير جداً على بناء شخصية الطفل وبالتالي فإن سلوب التنشأ هو اللي بيتنتج يعني بتبقى سلوب التنشأ اللي بتنتهج الأسرة في معاملة أبنها لمخرجات معينة إما أن تكون مخرجات سلبية وإما أن تكون مخرجات إيجابية فلو هكينا هنتكلم عن الخجل الخجل فيه جزء منه إيجابي لكن لما يبقى فيه شكل من أشكال الخوف والرهبة من التعامل مع الآخرين فيه ابتبعد عن الآخرين وعدم القدرة على الاندماج وعدم القدرة على التوافق الاجتماعي والتفاعل بشكل إيجابي مع الأفراد المجتمع ومع الجماعات الأطفال والأصدقاء والأكران والأسرة ده نتكلم هنا أن دي ظاهرة وتشكل خطر نبدأ أن ينتبه لها والوالدين ينتبهوا لها بشكل كبير جداً ويبدأوا يكونوا على وعي كبير جداً بإيه الأسلوب اللي الممكن ينتهجوه بشكل يعني فيه وعي وفيه إدراك إزاي يقتروا يتعاملوا مع الطفل في هذه الحالة وعلشان كده بنقول فيه أو فيه استراتيجيات ممكن الأباء ممكن يقدروا ينتهجوها من أهمها طبعاً تقديم الدعم والمسندة والمشاركة وإن نحن نسيب لهم بساحات من التعبير عن الرأي والاستماع إليهم بإنصات علشان نزرع جواهم الثقة بالنفس نحطوهم في مواقف يكون فيها تفاعل ممكن نعمل دعوة لأصدقاءهم نخلق حالات من حالات التفاعل الاجتماعي فيها تفاعل اجتماعي وشوف هو هيتفاعل وشوف أنات سلوك وهي أخرجه لو هو بيعاني مش أنا عايز أوقف حضرتك يا دكتور عندي تعليق على كلمتين حضرتك قلت الخجل قد يكون إيجابي ومحمد وهو بيكلم في بداية الإنترو بيقول جريء بحدود ليه يبقى جريء بحدود وليه الخجل ممكن يكون إيجابي يعني فين المشكلة أن الطفل يكون جريء لأقصى درجة واعتقد أن فيه فرق بين الخجل والحياة ليه الخجل أنه هو يكسف يعبر عن نفسه أو يكسف يطلب حاجة أو يكسف يرفض حاجة ده ممكن يكون إيجابي ده اللي أنا بقوله أنه هو لما يوصل لمرحلة أنه مش قادر يعبر عن ذاته مش قادر يتكلم مش قادر يتفاعل هنا الخطر لكن لو خجول في مواقف معينة أول مرة يشوف شخص معين في عنده حتة الخجل حتة الكسوف فدي مطلوبة أو دي عادي سلوك طبيعي جدا لكن أنه يوصل لمرحلة أنه هو ما عندهش القدر على التفاعل والتعامل مع الآخر وعنده الرهبة وعنده الخوف في وجود مساحات لما يكون موجود وسط جماعة أو مجموعة من الأصدقاء أو مجموعة من الناس فدي نبدأ نقول هنا خطر فعشان كده بقول أن الخجل مش كله سلبي هو سلبي جزء منه سلبي جزء منه إيجابي دكتورة مونة إمتى الخجل يتحول إلى انطواء وهل الانطواء قيمة أكثر سلبية لأنه في بعض الأحيان الخجل مطلوب الخجل في طلب أمر ما في التعامل مع الناس ودي صفة من الصفات البشري الانطواء أكثر يعني ضررا وإيه الفرق ما بين الانطواء والخجل هو ده بقى لما نوصل لمرحلة الانطواء ونوصل لمرحلة الخوف والرهبة هي دي مكمن الخطر هنا نتكلم عن المشكلة لكن الخجل في صوره الإيجابية ده مطلوب ده بالعكس ده احنا دلوقتي بنطالب الولاد عندهم يعني فيه حالة من التشكي من الفاعلين في التنشاء الاجتماعية من أولياء الأمور والأباء أو المعلمين فيه مدى جرقة الأطفال في التعامل وإزاي الأساليب العدوانية وعدم استيطار عليهم تبجح يا دكتورة مش مش جرقة الجرقة يعني في تعريفي طبعا حضرتك اللي حتقول لنا للتعريف العلمي لكن أنا شايفة أن الجرقة دي يعني أنه يكون مقدام أنه ما يخافش يواجه لكن الاعتداء على حق الآخرين التبجح في الرد لو يجوز لنا استخدام التعبير الداري يعني العين الجمدة دي هي ده الشئ السيء حضرتك اتكلمت عن صفة واحدة بصورتين صورة إيجابية وصورة سلبية يعني الاتنين نفس وطريقة استخدامهم هي اللي بتختلف هي طريقة استخدامهم اللي بتختلف لما يكون فيه تعدي وعدم احترام وعدم اقتراس وعدم تأدير لليه قدامي ده ما أقدر شؤون عليه ده ما يكون فيه تعدي ده مش جرء أبدا لكن أبما يكون عنده القدرة على التعبير عن ذاته القدرة على أنه يقدر يعبر أنه يقدر يتفاعله أنه يقدر يتكلم أنه يقدر يشارك بشكل إيجابي ده شيء مطلوب جدا وعشان كده حتة الانطوائية ما نتكلمش بقى عن الخجل يعني نتكلم عن الاعتزالية أو العزلة والانطوائية والرهبة زي ما بقول لحضرتك كده من العالم الخارجي ومن التفاعل مع الناس لو هنجي هنتكلم عن انطواء هنلاقي ولادنا دلوقتي بشكل كبير جدا الأسر بتسيبهم بشكل كبير جدا يتفاعلوا على وثائل التواصل الاجتماعي بعدد ساعات كبيرة جدا وبدون التدخل أو معرفة إيه المحتوى اللي هم بيتعرضوا ليه ده ما بيخليش عندهم الجانب الاجتماعي ناشط في حياتهم ما بتفاعلوش مع أقرانهم أو مع أسرهم أو مع المحيط الاجتماعي دي حقيقة لدرجة الوقت نقول إيه ده الله ده بقى عنده توحد توحد مع الآلة اللي بيتفاعل معها لأنه ما عندهش اندماج اجتماعي وعلشان كده دايما بنقول له الأسرة شجعوا الجانب الاجتماعي للأطفال يعني منسوبهمش بشكل كبير جدا لاتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي وخلق يعني عزلة وجسور منفصلة جدا عن الأسرة وبالتالي هنجد أن احنا دلوقتي في الأسرة فيه غياب للحوار فيه غياب للمشاركة ما بين أفراد الأسرة كل واحد خلق العالم الافتراضي حتى في سن صغيرة جدا يعني لما بنتكلم على الأطفال أنا بشوف أطفال عندهم سنة ونص بيتفاعل مسكين الآيباد أو الموبايل وقاعدين عليه بشكل كبير بعد ساعات طويلة والأباء سايبانهم مسعداء جدا لأنهم يعني ما فيش ضغوط عليهم ما بطلبوش ما فيش مطالب من الأهل فبالتالي طول ما هو ساكت ومشغول عنهم فيه ترحيب بكده وده فيه خطر كبير جدا هل يا دكتور فيه اختلاف في التربية أو التنشيئ الاجتماعية ما بين الولد والبنت لأنه كده فيه اعتقاد معرفش صححي لي خاطئ أو شائع إنه لا أنا خلي البنت يبقى عندها الصفة دي أكتر إنها تبقى خجولة من باب الحياة ما تطلبش كتير هل قيمة الخجل أو صفة الخجل دي لما أتعامل بيها مع ولادي بتختلف من الولد للبنت في بعض الأسر بتركز أوي في تنشيئة البنات بشكل مختلف عن الولد وده بيبقى فيها شكل من أشكال التميز وده في الولد تتكلم لكن البنت لا صوتك ما عاليش البنت لا عايب وما تتكلميش وما تتدخليش في كل حاجة وما تسأليش كتير وما تكونيش موجودة دايما بشكل كبير وده بيدي يعني فيه بيبقى فيه خلل كبير جدا وعدم توزن في الشخصية ولما يكون فيه تفرقة ما بين الولد والبنت داخل القسرة حتى في نمط التعبير عن الذات بتبدأ هنا بتعمل خلل نفسي يعني البنت بتبدأ تفقد الثقة بنفسها تفقد الثقة بالعالم المحيط بها تفقد الثقة بالمقربين ودايما بتبقى في عزلة وكأن ده يعني الشيء الواجب أن أنا أبتعد مش أندامج وده خطر كبير المفروض وإحنا بالربي أولادنا يكونش عندنا صفة التمييز ما بين الولد وما بين البنت الولد والبنت يعني هما الاثنين بيكملوا بعضه هما الاثنين أساسيين فلازم وإحنا بالربي نكون على وعي أن هما ما يكونش فيه صور التمييز الواضحة أوي والصارقة ما بين الولد وما بين البنت على أساس الثقافة الشرقية برضو مهما كان لها مفهوم الزكورة مازال حضر بشكل كبير جدا أن الولد ليه معايير مختلفة والبنت لها معايير أخرى يعني الولد مباح ليه حاجات كتير قوي والبنت مقيدة حتى بالرغم في التعليم يعني أبسط الحقوق الحقوق الأساسية للمفروض الحقوق الضرورية فيه تمييز في التعامل ما بين الولد وما بين البنت لو جينا نبص على مستوى حتى الألعاب اللي بيمارسوها داخل الأسرة البنت دايما لها العروسة الولد ليه البندقية وده أعتقد أنه تحل بأنه كله بقى ماسك التليفون وما بقاش حتى بيارسك عروسة ولا بيارسك كله ماسك التليفون للأسرة أي حاجة تأليم بس ما زالت برضو البنت يعني الأسر بتعدها لدورها كأن دورها الأساسي فقط لغير هو دور الأمومة أما أنها يعني تتعلم وتشتغل وتشارك في الحياة لا هو مطالب للولد أكتر وعلشان كده بنجد حتى تمييز في نوعية التعليم بالنسبة للولد والبنت يعني فيه اهتمام ده مازال مستمر يا دكتور أعتقد أنه هو بيتراجع وبشدة ده حتى المناهج التعليمية المطورة أعتقد أنه الكلام فيها عن الإيكواليتي والمساواة يعني على مستوى الكلام لكن على مستوى الممارسة ما زالت موجودة يعني لو هلتكلم على قضية الختان ما الختان على مستوى القانون ومستوى المقاومة لهذه الظاهرة فيه مقاومة كبيرة لها جدا اجتماعيا وقانونيا وسياسيا لكن على مستوى الممارسة الفعلية ما زالت موجودة هل هذه القوانين وهذه التوعية المجتمعية حدت من هذه الظاهرة أقللت منها بشكل كبير جدا لكنها ما زالت موجودة لأن فيه معتقد أو فيه صورة ذهنية راصخة في عقلية الأباء والأمهات والجدات بالذات الجدات على أهمية عملية الختان من لست نحن نقول نفسنا كمان في مزيد من التوعية أعتقد أن ده التوعية لازم مستمرة عملية مستمرة ومستدامة بشكل كبير جدا في كل القضايا دكتورة مولا في بيتنا طفل خجول كيف يتصرف الأب وتتصرف الأم وزي ما حرك قلت من شوية بمصطلح علمي جميل استراتيجيات التنشاء الوالدية أو التعامل الأب والأم مع أبنائهم لو أنا في بيتي طفل خجول أتعامل إزاي هي زي ما أقول لحضرتك في استراتيجيات للتعامل في أساليب اللي نحن نسميها أساليب التنشاء الإيجابية اللي هي فيها شكل من أشكال الديمقراطية والاحترام والاحتواء إن أنا أديله أعز السقة بنفسه إن أنا أديله أشجعه على الانخراط في بعض الأنشطة الرياضية والفنية والخروج في زي ما قلنا أنه هو نسيب له مساحة أو نخلق له مساحة من وجود ده التعبير عشان كده أنا بدأت من الاستراتيجيات الدعم والمساندة والمشاركة إنه هو لازم يعبر عن رأيه ولازم الأباء يستمعوا وينصدقوا إلى رأيه ويكون فيه احترام للرأي ويكون فيه تبادل لوجهات النظر لدرجة أننا عملة دراسة عن مشاركة الأبناء دخلوا الأسرة وقلنا أن حتى يدي لهم بعض الأدوار أو بعض المسئوليات الاجتماعية يشاركوهم حتى في توزيع البنود الميزانية الخاصة بالأسرة على أساس ما يحسوش أنه هم الأسرة عندها المقدرة ومقصرة في حاجة لكن لما أنا قاعد أنا وأولادي أقول مثلا الدخل بتاعنا كذا وفيه بنود الصرف كذا وكذا وكذا وإنت مصروفك كذا والدنيا ماشي إزاي بيبقى فيه شكل من أشكال الرضا فيه شكل من أشكال الإحساس بالمسئولية فيه شكل من أشكال أن الأباء غير مقصرين بالعكس أنا فاهم مجرى الحياة إزاي إن أنا أتيح له الفرصة يختار الإختيار لأن إحنا عندنا بعض الأسر أولادة حتى ما بيختاروش لبسوهم الملابس اللي بيلبسوها ما بيختاروش أي أنواع الألعاب اللي ممكن يلعبوها أي أنواع المأكلات أو الأكل اللي ممكن يأكلوها فيه تدخل كبير جدا من الأسرة في كل التفاصيل الخاصة بالطفل ما بنسبلوش مساحة من الحرية في الإختيار مساحة من الحرية في التعبير عن الرأي لازم أحسسه إن أنا بقدره فيه قيمة الإحترام دي مهمة جدا قيمة الحب والقيمة العاطفية إن الأسرة أم بواجبها لأن إحنا شايفينه الأسرة دلوقتي إن العالم تحول إلى عالم مادي والروحانيات غابت بشكل كبير فعشان كده بنقول لا لازم يحس بالحب والاحتواء والاحترام والتقدير التقدير اللي هو شخص مقدر في الأسرة أكيد كل الشكر لكي دكتورة مونة الحديدي أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان ساعدنا بوجودك أهلا وسهلا نورتنا وشرفتنا دكتورة صباح الخير على حضرت صباح الفل